خمسة أحلام تحذيرية يرسلها الله لك في المنام قبل أن يوقع بك العقوبة أو يسلب منك النعمة إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الأحلام التي سنذكرها لحضراتكم في هذه الحلقة إن شاء الله من نوع الأحلام التحذيرية وهي عبارة عن خمسة أحلام أو خمس رسائل تأتيك من الله في المنام يقول لك الله من خلالها أنك واقع في الذنب مقيم على المعصية يوشك أن يسلب الله منك نعمته أو ينزل بك عقوبته وذلك لأن المعاصي تستوجب العقوبة وتسلب النعمة أيضا وفي المقابل أقول لك بما أن الله حذرك من خلال هذه الأحلام في المنام قبل أن يسلب منك النعمة أو ينزل بك العقوبة فهذا دليل على أنه باق على عهد عبوديتك له فلا تفرط في ربك جل وعلا أبدا هذه الأحلام الخمسة يا جماعة الخير لا يفرق فيها رجل عن امرأة صغير عن كبير متزوج عن أعزب عن مطلق عن أرمان الجميع فيها على حد سوائن إن شاء الله والآن نبدأ في ذكر هذه الأحلام الخمسة على بركة الله تعالى الحلم الأول هو العري في المنام أو لبس الثياب القصيرة ومعنى ذلك أن ترى نفسك عاريا في المنام أجارنا الله وإياكم أو ترى نفسك تلبس ثيابا قصيرا فهذا دليل على أنك غارق في الذنب وأنك واقع في المعاصي وبالتالي سيسلب الله منك النعمة التي أنعمها عليك وسينزل بك عقوبة شديدة لإن العري في المنام يا جماعة الخير بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة معناه الوقوع في الزنوب والمعاصي أجارنا الله وإياكم قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآدكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى العلماء فسروا إن اللباس في المنام أو طول الثياب في المنام معناه زيادة التقوى وكلما قصر منك اللباس في المنام أو الثياب في المنام فاعلم أنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى تقصير السياب في المنام أو قصر السياب في المنام يدل على نقص التقوى ونقص الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما رأيت في المنام وكأن الناس يلبسون قمصا القمص اللي هي الثياب رأيت في المنام خلي بالك الذي يحكي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا رأيت في المنام وكأن الناس يلبسون قمصا منها ما يبلغ الثديا ومنها ما دون ذلك تخيل يعني واحد في المنام لابس قلباب أو قميص أعزاك الله لحد هنا بس منها ما يبلغ الثدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما دون ذلك يعني منها ما هو أقل من ذلك يقول سيدنا رسول الله وبين الناس على هذه الحالة رأيت عمر بن الخطاب وله قميص يجره إلى الأرض انت لاحظت المفارقة الآن رسول الله يقول أنا شفت الناس في المنام كلها عراية اللي لابس قميص لحد هنا واللي أقل ورأيت عمر بن الخطاب وثيابه إلى قدمه يجره إلى الأرض قال الصحابة فما أولت ذلك لعمر يا رسول الله قال أولته شدة الدين وكثرة التقوى شدة في الدين بأس في الدين يعني دين سيدنا عمر كان قويا لتمسكه رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أيضا تقيا فإن نبي صلى الله عليه وسلم فسر طول السياب بالدين والتقوى وقصر السياب بالمعصية أجارنا الله تعالى وإياكم إذا المعنى الأول من المعاني التي للسياب القصيرة أو العري في المنام هي قلة في الدين وقلة في التقوى أجارنا الله تعالى وإياكم إن رأيت أخي هذه الرؤية فهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى لك يقول إنك واقع في الزنب غارق في المعاصي يوشك أن ينزل الله بك عقوبته ويسلب منك نعمته طيب الرؤية الثانية الغرق في المنام ودبرط رؤية يراها كثير من الناس تشوف نفسك أجارنا الله وإياكم غرقت في بحر أو تكاد أن تغرق يعني تستنجد بالناس فلا ينجدونك تستغيث بهم فلا يغيثك أحد وأوشكت على الغرق ممكن تستيقظ وإنتهاء بتعافر عشان ما تغرأش وممكن تستيقظ أجار الله يكون بعد أن رأيت نفسك تغرق في المنام كلا الرؤيتين معناهما واحد اللي هو أن صاحب هذه الرؤية غارق في الزنب وواقع في المعصية يوشك أن ينزل الله به عقوبته ويسلب منه نعمته لأن نخل بالك يا جماعة الخير المعصية بتسلب النعمة ولذلك لله در القائل حين قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم إذن يا جماعة الخير الغرق في المنام برضو دليل على أن صاحب هذه الرؤية غارق في الزنب يوشك أن ينزل الله تعالى به عقوبته ويسلب منه نعمته طيب الرؤية الثالثة ودي برضو رؤية يراه كثير من الناس هي رؤية قيام الساعة في المنام إنك تشوف القيامة قامت أو أي موقف من مواقف ومشاهد وأهوال يوم القيامة اللي احنا كلنا عارفينها مثلا تشوف نفسك في المحشر تشوف الناس خرجوا من قبولهم وأنت معهم تشوف في المنام أنه نصب لك الصراط أو وضع لك الميزان كل أي مشهد أو أنك ماثل بين يد الحق سبحانه وتعالى للحساب كل مشاهد القيامة يا جماعة الخير تحذير من الله سبحانه وتعالى لصاحب الرؤية أن يرجع وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأواء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفي نواية أخرى يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة إلا على شرار الناس من هم اللي ستقوم عليهم القيامة هذا الكلام ده في الدنيا يعني من هم الذين ستقوم عليهم القيامة ستأتي عليهم الساعة شرار الخلق وشرار الناس القيامة لن تقوم على قوم طيبين أبدا ولذلك النبس صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة على قوم لا يعرفون من الإسلام غير لا إله إلا الله لا يعرفون من الإسلام غير لا إله إلا الله مش كده بس لسينا النبس صلى الله عليه وسلم يقول فإن سئلوا ما لا إله إلا الله يعني إيه معناها يقولون لا ندري كلمة سمعنا آباءنا وأجدادنا يقولونها فقلناها إيه سمعوا ميني كمان مش عارفين يعني إيه لا إله إلا الله وبعدين يعقب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وما تغني معهم لا إله إلا الله وما صلوا وما صاموا وما زكوا وما حجوا فسبحان الله الناس إلا حتقوم في آخر الزمان يعني في آخر الزمان لا يبقى في صلى ولا حج ولا قرآن هيترفع القرآن وسيسود أجارا الله وإياكم الشر والكفر في الزمان لدرجة أن يدوبك الناس يعني بالقول لا إله الله ومش عارف معناها فكذلك في المنام أيضا لا تقوم الساعة إلا على صاحب الشر والمعصية لا حتى في المنام برضو لن تقوم الساعة إلا على صاحب الشر والمعصية فالعلماء أخذوا من هذا إن إذا قامت القيامة عليك في المنام فهذا دليل على أنك محسوب على القوم الذين هم في آخر الزمان الذين يعصون ولا يصلون ولا يتزدقون ولا حجون ولا يزكون ولا يعرفون من الإسلام غير لا إله إلا الله طيب الرؤية الرابعة من الرؤية التحذيرية التي يرسل الله لك من خلالها إثالة يقول لك فيها ارجع وتب إليه قبل فوات الأوان هي رؤية العمى في المنام إنك تشوف نفسك عميد أجارا الله وإياكم تشوف نفسك ضرير يقودك الناس مش شايف حاجة دي إيه لإني خلي بالك فقدان نعمة البصر ركيزة على فقدان نعمة البصيرة ركيزة على إيه خلي بالك عاد على فقدان نعمة البصيرة ولذلك يقول الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم فالعمى في المنام يدل على أن صاحبه واقع في الذنب غارق في المعصية يوشك أن ينزل الله به عقوبته ويسلب منه نعمته التي أنعمه عليها طيب الرؤية الخامسة والأخيرة من الرؤى أو الأحلام التحذيرية هي أن ترى نفسك في المنام تفعل المعصية أو موجود في مكان تفعل فيه المعصية تشعر نفسك في المنام بدءا وانتهاءا أنت بتعصي أي معصية زينة سرقة خمر على أجارنا الله وإياكم أو مش تشوف نفسك بتفعل المعصية بس تشوف نفسك في مكان المعصية بس أنت ما بتعصيش يعني أنت موجود معهم في المكان يعني تشوف نفسك في خمارة ربنا يحفظنا وإياك الناس بتشرب وسكرانة بس أنت ما بتشربش تشوف نفسك في بيت دعارة الناس بتعمل الخطيئة لكن أنت ما مش بتشارك هي المعنى واحد تشوف نفسك تعصي أو تشوف نفسك في مكان تفعل فيه المعصية حتى وإن لم تكن تمارسها مع أصحاب ذلك المكان بالفعل المعنى واحد دليل على أنك غارق في الذنب مقيم في المعصية ربك باق على عهد عبوديتك له أرسل لك هذه الأحلام وغيرها التي ذكرناها لكي يحذرك قبل فوات الأوان قبل أن ينزل بك عقوبته ويسلب منك نعمته إلى هنا تكون انتهت حذقتنا لهذا اليوم أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته